تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حافظه الله ورعى برقية تهنيئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورفع سموه في البرقية لمقام جلالة الملك المعظم أسماء آيات التهاني والتبركات بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلة ون في نسخته التاسعة عشر حيث يأتي هذا النجاح ليعكس توجيهات جلالة الملك المعظم السديدة ودعمه المتواصل لتكون مملكة البحرين الوجهة البارزة على خارطة رياضة سباقات الفورميلة ون وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن دعم جلالة الملك المعظم اللامحدود هو الدافع لمواصلة العمل والإنجاز من أجل البحرين مستلهمين برؤية جلالته مسترشدين بنهجه وعاقدين العزم على المضي قدما بعزيمة أبناء الوطن المخلصين الذين يبذلون جهودهم الدأوب لإبراز صورة مملكة البحرين المشرقة وتعزيز مكانة المملكة المتميزة على كافة الصعود وبهذه المناسبة رفع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مقام جلالة الملك المعظم كل الشكر والتقدير والامتنان معاهدا جلالته على مواصلة العمل من أجل تحقيق رؤى وتطلعات جلالته لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته لمزيد من النجاحات في تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى التي تضاف إلى سجل الإنجازات المتميزة للمملكة داعيا الله جلت قدرته أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويمتعه بموفور الصحة والسعادة كما وبعث حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أعرب جلالته فيها عن خالص تهاني وتبريكاته لسموه بمناسبة نجاح تنظيم سباق الفورميلا ون جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفين وثلاثة وعشرين وذلك لما حققه هذا السباق العالمي من نتائج باهرة بفضل من الله تعالى وترجمة لجهود سموه المخلصة والمستمرة والفريق العامل مع سموه في سبيل تحقيق أفضل النتائج على كافة مستويات السباق الكبير الذي تعززت مكانته على الصعيد الدولي مسهما في ترسيخ صورة مملكة البحرين المشرفة ومكانتها المرموقة وسمعتها الطيبة في العالم داعيا الله تعالى أن يسدد على طريق الخير خطى سموه وأن يكلل جهوده دوما بالتوفيق لتحقيق المزيد من النجاحات المشرفة